اشتركوا في القناة المساء من سكايلوز عربية مع ماجد الفارسي تعيش صنعاء وبقية المحافظات الخاضعة لسيطرة المتمردين الحوثيين حالة غليان شعبي بسبب تدهور الأوضاع وعدم حصول الموظفين على رواتب وفقدان الكثير فرص العمل في حين تواجه سلطات الانقلاب الاحتجاجات الحقوقية بقمع شديد وطالت مؤسسات حكومية عد موجة احتجاجات كبيرة ضد ماليشيات الحوثي تشهدها صنعاء بسبب ما آلت إليه الأوضاع في البلاد نتيجة الانقلاب ونهب سلطة الأمر الواقع للمال العام ومؤسسات الدولة في جامعة صنعاء كان المشهد دالا أثناء انعقاد اللقاء التشاوري لنقابة هيئة التدريس لبحث مسألة التصعيد بشأن انقطاع رواتبهم الشهرية حوثيون يقومون بالاعتداء على أعضاء النقابة والهيئة الإدارية ورجل محسوب على الحوثيين يحاول قتل رئيس نقابة جامعة صنعاء مستخدما سلاحا أبيض وفي أول رد فعل على اعتداءات الحوثيين على الأكاديميين تقدم نائب رئيس جامعة صنعاء محمد شكري باستقالته وفي الوقت الذي كان الحوثيون يعتدون على الأكاديميين في جامعة صنعاء كانت آلة قمع أخرى للماليشيات تلعب دورها ضد مئات الجنود في ميدان التحرير وسط العاصمة صنعاء للمطالبة برواتبهم مصادر محلية في صنعاء قالت إن الماليشيات قمعت تجمع العسكريين ومنتسبية داخلية واعتدت على المشاركين بالضرب مستخدمة الهراوات وأعقاب البنادق وخطفت بعضهم المشهد أمام القصر الجمهوري في صنعاء لم يختلف عن ما حدث في ميدان التحرير وجامعة صنعاء مسلحون حوثيون يعتدون بالضرب على منتسبية القضاء الذين تجمعوا لمطالبة السلطة الانقلاب بالإفراج عن أحد زملائهم المختطفين من قبل الحوثيين وبالإضافة إلى احتجاجات الأكاديمين ومنتسبية الجيش والداخلية شهدت صنعاء خلال الأسابيع الماضية احتجاجات نقابية عدة وفي مقدمتها وزارة المالية والكهرباء والاتصالات فضلا عن حملة واسعة يقودها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي للمطالبة بصرف أجور موظفي الدولة المتأخرة لثلاثة أشهر متتالية إذن دائرة الاحتجاجات المدنية ضد الانقلابيين تتسع بشكل تدريجي وفي المقابل يفرط الحوثيون في استخدام أساليب قمعية ضدها إذ يرون فيها نواتا لانتفاضة شعبية كبيرة تهدد سلطتهم الحديث عن هذا الموضوع معنا في الستوديو أستاذ العلوم السياسية الدكتور إبراهيم النحاس ومعي من الرياضة الباحثة السياسية السيد أسامة الشرمي أهلا بضيوفي وأبدأ مع سيد أسامة الشرمي بالحديث عن هذا الموضوع سيد أسامة شاهدنا هذا التقرير هناك غليان شعبي كبير في صنعاء والمناطق التي يسيطر عليها الانقلابيين الحوثيين وصالح أريد أن أسألك بشكل مباشر ما سبب هذا الغليان الشعبي في هذه المناطق أولا مرحبا بك عزيزي ماجد وضيفك الكريم طبعا وصل حال المليشيات داخل العاصمة صنعاء إلى الصدام المباشر مع المجتمع بعيدا عن أي تقيير سياسي للمسألة اليوم الحوثيون يثبتون مدى فشلهم في إدارة الدولة وبالتالي تقصيرهم في توفير الخدمات وتوفير متطلبات وحقوق المواطنين داخل العاصمة صنعاء سبب القليان اليوم وكإجابة مباشرة على سؤالك عزيزي بأن هناك فشل واضح لجماعة الحوثي في إدارة الدولة وهو ما أوصل الشعب إلى هذا القليان الحركة داخل صنعاء بحسب معلوماتي الشخصية بأنها غير منظمة هي عفوية بالكامل لأن الحوثيون هم اليوم من أوقفوا رواتب الموظفين وقمعوا الفعاليات المجتمع المدني وهم اليوم من يتسببون بحالة القليان هذه وأنا أعتقد بأن هذا هو الصدام الحقيقي الأول والمباشر بين المجتمع وجماعة الحوثيين طيب دكتور إبراهيم هذا الوضع الشعبي يعني المتنامي هنا غليان على الانقلابيين على الحوثيين وصالح شاهدنا كل هذه الصور كيف ستؤثر على وضع الحوثيين وصالح في حكمهم لهذه المناطق وسيطرتهم عليها شكرا أستاذ ماجر أهل الصلاة الكريمة كيف ستؤثر حتما مثل هذه الأعمال بشكل و بآخر ستؤثر تأثيرا سلبيا كبيرا لأنه خلال المرحلة الماضية كان الحوثيون معتمدون بشكل و بآخر إما على ما هو متوفر لدى على سبيل المثال البنك المركزي أو من أموال هنا أو هناك أو إلى حد ما صبر الشعر اليمني الآن نفذ هذا الصبر و نفذت هذه الأموال وبالتالي كيف للحوثيين أن يعملوا ما كانوا يعملوا في مراحل ماضية من طمأنة الشارع في صنع بأنهم قادرون على إعاشة الدولة اليمنية عندما توقف الدعم الخارجي الخليجي بالتحديد عندما بتعد أيضا إلى حد ما الدعم الدولي بشكل أو بآخر وخاصة الخليجي فيما يتعلق بالمالية المباشرة وجدنا مثل هذه الأزمات خلال المرحلة القادمة كلما ازداد ابتعاد الناس عن حقوقهم وعدم إعطاء هذه الحقوق من قبل الحوثيين عندما يجد الشعب اليمني بأنه لا يستطيع الوفاء بمتطلباته المعيشية اليومية البسيطة على أقل تقدير حتما سيثور وهذا الذي كنا نتمنى منذ اليوم الأول حقيقة و كنا ننادي إخوتنا في صنعاء و في من وقع تحت الاحتلال بأن يهبوا هبة رجل واحد بأن يقوموا فعلا قبل أن يتمكن الحوثي من تثبيت نفسه في صنعاء على سبيل المثال بأن يطالبوا بحقوقهم لأن هذه جماعة انقلابية الآن اكتشف الشارع اليمني ومن غرر به من قبل الشارع اليمني بعد فترة طويلة جدا وهناك طبعا المظلومين الكثرة حقيقة عندما وجدوا بأن هذه الحكومة الانقلابية أو الانقلابيين بشكل أو بآخر والحكومة اللاشرعية بأنها والمشطنعة بعلى أقل تقدير لا تستطيع الوفاء بأدنى شيء وهو الوفاء بهذه الأموال ثار الشعب اليمني المستقبل ينذر بقد يكون حتى نفس الحوثيين أنفسهم بأن يثوروا حتى على حكومة الانقلابيين أنفسهم بمعنى آخر إذا لم يستطع الحوثيون الوفاء بمطلبات الانقلابيين ومن وقف معهم فسيكون هناك ردة فعل كبيرة جدا سواء من قبل الشعب اليمني في صنعاء أو الشارع اليمني وهذا التقرير يعطينا مؤشر معين بينهم سوف يمعاني معاناة كبيرة في مرحلة قادمة وبأنه قد يتوجه صراعهم المزعوم من التعدي على الحدود السعودية على سبيل المثال إلى الانكفاء على صنعاء ومحاولة تهدئة هذا الشارع الغاضب عليهم وبالتالي سيخسروا من جميع الجهات وبالتالي ستتشكل جبهة داخلية يمنية من قبل الشعب اليمني ليس فقط من قبل القوات التحالف ومن يقف مع الحكومة الشرعية في الداخل اليمني ومن قبل الشارع اليمني ونحن نقول لهم بأن هذه المعاناة ستزداد يوما بعد يوم وبالتالي إذا ما استطاعوا من الآن الوقوف ضد الحكومة الحوثية أو ضد الانقلابيين أو ضد علي صالح أي أن كانت التسمية إذا لم يقف من الآن سوف يعانوا أكثر في مرحلة قادمة لأن هذه العصابات ستتعامل معهم بإجرام أكثر مما تعاملت معهم في المرحلة الماضية وبالتالي عليهم الوقوف من الآن لأن من لم يستطع الوفاء بهذا المطلبات الآن سيعانوهم أيضا في مرحلة قادمة وبالتالي ستتحول الجريمة ويتحول غيرها من أنواع الإجرام تجاه الشارع اليمني بشكل أكبر سيد أسامة كما استمعت هناك ردود فعل من قبل الحوثيين بالتصدي لكل من يقول لا في وجه الانقلابيين في الصنعاء أريد أن أسألك ما السيناريوهات المطروحة هنا إذا ما زاد هذا الغريان الشعبي أمام ميليشيات الحوثي وصالح أيضا ما تقييمك إلى الآن ما يحدث من خلال ردة فعل الناس في الشارع اليمني طبعا أنا ويد أولا كل ما قال في كلام الدكتور إبراهيم النحاس وقرأ المشهد بشكل سليم جدا وفعلا هذه الخطوة كانت مطلوبة منذ مدة السيناريوهات المطروحة الآن حاليا هي إما أن تتمكن جماعة الحوثي من قمع إرهاصات الثورة الاجتماعية داخل العاصمة صنعاء وبالتالي قمع الفعاليات الاجتماعية هناك وقمع الفعاليات المطالبة بالحقوق والوصول بالعاصمة صنعاء إلى تحويلها إلى ثكنة عسكرية يطرد منها كل من يخالف جماعة الحوثي أو يطالب بحقوقها وهذه مسألة بالتأكيد ستكبد الميليشيات كثير من الخسائر وستكبدهم أيضا كثير من استهلاك القوى التي هي لربما تعتقد أنها بحاجتها في جبهات القتال التي أصبحت اليوم المقاومة تتقدم فيها على مختلف الأصعداء وعلى مختلف الجبهات السيناريو الآخر المطروح وهو أن تتمكن الأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني داخل العاصمة صنعاء من أن تحرق قواعدها الوسطية الموجودة والتي لم تتحرك إلى اليوم نحن نعاني من عدم تحرك قادل للأحزاب السياسية التي لطالما سجت أذانا بأنها لها الدور الأكبر في مقاومة الإنقلاب يجب على هذه التنظيمات والأحزاب السياسية أن تنظم الفعالية الداخل العاصمة صنعاء حتى تخرج هذه المطالبات بالحقوق وهذه الحركة المجتمعية بشكل أكثر تنظيم وأكثر قهد نحن كنا قد سمعنا قبل فترة إضرابات وهذا محتواه التغرير الرائع الذي بثتمه في بداية هذه الحلقة كانت هناك إضرابات لموظفي البنك المركزي وقمعت كانت هناك إضرابات لموظفي القضاء العسكري وقمعت كانت هناك إضرابات لطلاب القامعة وقمعت لا يجب اليوم أن يكون التحرك نقابي اتحادي قامع تتدخل في تنظيمه الأحزاب والتنظيمات السياسية المنضوية تحت الشرعية وبالتالي تتمكن من انتزاع حقوق المواطنين ومن أن توصل رسالة إلى الحوثيين مفادها أنكم لستم وحدكم في الوطن وبأن هذا الوطن يجب أن يكون للجميع دأبت الميليشيات منذ اليوم الأول إلى أن تحول العاصمة صنعاء إلى تكنة عسكرية هذه التكنة العسكرية دخلت في البداية إلى العاصمة صنعاء تحت سقف المطالب واليوم هل ستخضع هذه الميليشيات لمطالب المجتمع هل ستستطيع الأحزاب السياسية أن تواكب الحراكة الجماهيرة الحاصلة داخل العاصمة صنعاء أم أننا سنتركها ضحية لقمع الميليشيات دكتور إبراهيم كنا نشاهد خلال السابيع الماضية انقسام بين الحوثيين وعلي عبدالله صالح هناك مشكلة حول الحرس الجمهوري وما تلات من مشاكل حول المجلس السياسي وما شابه هذا الغليان الشعبي ماذا يضيف لهذا الانقسام بين الحوثيين وصالح؟ نعم أعتقد أنه سيضيف الكثير لأن من يملك إلى حد المال بداية يستطيع تسويق نفسه بشكل أو بآخر إلى الشعب اليمني والشارع اليمني عندما يغيب هذا تبدأ مثل هذه الاحتجاجات أو يبدأ مثل هذا الانقسام سينعكس حتما على أتباع كل طرف بشكل أو بآخر والداعمين في الشارع اليمني بشكل أو بآخر ولذلك مثل هذه الانقسامات التي تحدث أن نتوقع أنها في مراحل قادمة ستؤدي قد يكون إلى أن يضحي كل طرف بآخر نعلم بأن الثقة بينهم ليست الثقة هي كبيرة وإنما هي مرحلية لغرض خدمة كل طرف ليخدم مصالحه نتيجة لوقوفهم كطرفان ضد الحكومة الشرعية وكل طرف من هؤلاء أطراف يطمح بأن يكون صاحب سلطة عندما تزداد مثل هذه الأزمة الشعبية وعندما يزداد الانقسام بينهم نتيجة لإعتبارات إما إطالة الأزمة التي لن تؤدي إلى حلول معينة وإما أيضا للنقطة الأهمة التي هي قادمة بغيابة داعم الدولي بالنسبة للانقلابيين سواء كان يتعلق بحكومة ديمقراطية في الولايات المتحدة أو حتى بعجز الدولة الإيرانية عن مد عملائها في داخل الدولة اليمنية بالأموال وباستلاح وبالتالي عندما تزداد مثل هذه الفجوة أو عندما تكبر هذه الفجوة بين الحصول على الدعم الخارجي سواء سياسي أو مالي وبين الداخل الانقلابي في اليمن فبالتالي سيحصل هناك عجز كبير جدا مالي وعجز إلى حد كبير شعبي ويؤدي إلى زيادة الانقسامات وهذه الانقسامات تؤدي حتى إلى زيادة المنشقين عن الجماعتان وقد يضحي صالح الانقلابي بالحوثيين الانقلابيين أيضا في مرحلة قادمة إذا ما شعر بأنه قد يكون في مرحلة إلى حد ما أقوى من الآخر لأنه الآن ما نشاهده في صنعاء هو ضعف لجماعة الحوثي أكبر من ضعف لصالح بحكم أنهم هم المسيطرين على صنعاء بشكل باشر والبنك المركزي لذلك قد يكون الرئيس السابق سالح أكثر ذكاء في توظيف قدراته في داخل صنعاء صالحه على جماعة الحوثيين وبالتالي لعله مثل هذا الصراع يؤدي إلى قسامات وقد يؤدي إلى صراع مرحل بينهم لكن هذه المرحلة في نظر تحتاج إلى شهران إلى ثلاثة أشهر من الآن إذا ما استمرت نفس الأزمة وإذا ما نجحت أيضا قوات التحالف في أن فعلا لا تسمح بي أو إلا تكون أيضا قادرة على عدم حدوث تهريب سواء لمال أو قد يكون أسلحة للداخل اليمني من جميع الجهات التي تتحكم بها قوات التحالف وهذا سيؤدي إلى زيادة العجز لذلك أنا أتوقع قد يكون هناك ثلاثة أشهر لماذا؟ لأن هناك حكومة أمريكية ستتغير خلال المرحلة القادمة ذهاب الديمقراطيين يعني ذهاب لحدما الدعم السياسي عن الانقلابيين بشكل أو بآخر أنا دكتور سأعود معك في تفصيل العلاقات الدولية والمتغيرات في هذا الإطار أريد أن أبقى في تفصيل غليان الشعبي مع الأسد أسامة سيد أسامة اليوم شاهدنا بعض الشرائح التي في وسط هذا الغليان الشعبي تظهر اعتراضها على الحوثيين وصالح بشكل علني مثل شريحة المعلمين ما شرائح الأخرى القريبة من هذا التصريح المباشر بالنسبة للانقلابيين طبعا أعتقد بأنه في كل الحركات النقابية بشكل عام التعويض بشكل أساسي على طبقة المعلمين وهي طبقة مؤثرة سواء على المجتمع أو على القرار السياسي ثانيا هناك فئة القضاء وهناك فئة العسكريين وكل هذه الفئات اليوم تغلي مع الحراكة التي حاصلت داخل العاصمة صنعاء أعتقد بأن المسألة تحتاج فقط إلى فوكس أكثر تسليط أضواء أكبر على العملية القارية داخل صنعاء لا نتركهم رهينة القمع الحوثي نحن نعرف بأن قماعة الحوثي هي ترى بأن كل موظفين الدولة هؤلاء مقرد عملاء كونها قد حاربت الدولة خلال الفترات الماضية نحن نراقب ونتابع الخطاب الإعلامي لأساطين الميليشيات أكانوا سياسيين أو إعلاميين هم يتحدثون اليوم عن موظفين الدولة بأنهم تابعين لمراكز الفساد ولا يعرفون بأن موظف الدولة هو موظف الدولة ولا يعرف إلا وظيفته وراتبه فبالتالي اليوم الموظفين عندما يخرجون إلى الشارع هم يطالبون بحقوقهم بعيدا عن أي انتماءات سياسية ولا يمكن لا لعلي عبدالله صالح ولا لغيره أن يوقف مثل هذا الحراك وهذا التدافع الحاصل داخل العاصمة صنعاء ما لم يوفر للموظفين حاجاتهم وحقوقهم ومرتباتهم جماعة الحوثي اليوم وصلت إلى فشل تام وأنا أعتقد بأن كثير من الفئات الاجتماعية وفئات الموظفين في الدولة ستتدافع نحو رفض مثل هذه الإقراءات التي تقوم بها في حقهم جماعة الحوثي وعلي عبدالله صالح أو من يديرون الانقلاب حتى الآن على الأقل فبالتالي موظفين الدولة يجب الاهتمام بهذا الحراك قدر المستطاع خلال المرحلة القادمة وأستطيع أن أقول بأنه إذا ما وقدت توعية حقيقية داخل العاصمة صنعاء سيكون الانفقار أكبر من أن تستوعبه جماعة الحوثي ولا علي عبدالله صالح ورموزهم طيب سيد سامة دكتور إبراهيم بقوا معي بعد هذا الفصل القصير نتابع بعده النقش أهلا بكم مجدداً قبل أن نواصل الحوار مع ضيفية حول التطورات الشأن السياسي اليمني دعونا نستعرض بعض التطورات الميدانية حيث قصف طائرات التحالف العربي مناطق متفرقة في الحدود اليمنية السعودية تركزت معظمها في محافظتي حجة وصعدة واستهدفت غرات التحالف مواقع وتجمعات لميليشيات الحوثي وصالح مما أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرح في صفوفهم وقالت مصادر محلية في صعدة أن الحوثيين شيعوا اليوم الكثير من قتلاهم الذين عادوا بهم من الحدود السعودية بعد أن حاولوا التسلل نحو الأراضي السعودية في محافظة الجوف واصلت قوات الشرعية مدعومة بقوات التحالف العربي تقدمها الميداني في مديرية خب والشعف أكبر مديريات المحافظة وقالت مصادر ميداني أن هذه القوات أحرزت تقدما كبيرا في وادي غمير واقتربت من الخط الدولي الذي يربط الجو في محافظة صعدة أضافت المصادر أنه تمت السيطرة على كميات كبيرة من الأسلحة المتوسطة الذخائر التي كانت بحوزة ميليشيات الحوثي وصالح كما تجددت المواجهات بين القوات الشرعية وميليشيات الحوثي وصالح في منطقة الحكوم بمديرية حيفان جنوب تعز ذكرت مصادر ميدانية أن معارك ليلية عنيفة دارت في محيط موقع الخزان كما شهدت منطقة الصلو جنوب شرق تعز تبادل للقصف ما تسبب في إصابة مدني وقتل ثلاثة مدنيين وصيب أربعة آخرون في قصف للمتمردين على حي ثعبات شرقية مدينة تعز وجدد الترحيب بضيفية في الاستوديو أستاذ العلوم السياسية دكتور إبراهيم النحاس ومن الرياض الباحث السياسي السيد أسامة الشرمي بالعودة دكتور إبراهيم النحاس للشأن اليمني وتطوراته السياسية في الحلول السياسية في الأفاق السياسية هناك زيارة في الواقع لوزير الخارجي الأمريكي جون كيري إلى عمان ستكون خلال أيام وسيقابل فيها وفدة الإنقلابين الحوثيين المشاركين في مفاوضات السلام في الكويت أيضا سيكون هناك زيارة لأوباما لعمان ودولة الإمارات بعد أيام كيف ترى أفاق الحل السياسي في هذا الإطار خصوصا مع انتخاب سيد ترامب رئيسا منتخبا لولايات المتحدة الأمريكية نعم هذا هو النقطة المهمة جدا وقد تكون مفصلية أيضا في الأزمة اليمنية في المرحلة القادمة كما تفضلت العمل الأمريكي والسياسة الأمريكية تجاه اليمن ينتابها الكثير حقيقة من الشكوك تجاه حل الأزمة اليمنية بالتحديد منذ بداية الأزمة كان الموقف الأمريكي للأسف منه موقفا داعم للإنقلابيين وإن لم يعلن ذلك إعلانا لقاعة التي تتم مع الحوثيين سواء في مسقطة التي تمت في مرحلة ماضية أو قد يكون التي في جينيف أيضا هذه كلها تدعو لكثير من الشكوك ما هو الغرض لسبب رئيسي نقول ذلك بغض النظر عن المكان الذي تواجدوا به يفترض بالسياسة الأمريكية أنها تدعم القرارات الدولية التي صادرت من قبل المجتمع الدولي وأيضا للقرارات التي وافق عليها حتى الإخوة في اليمن سواء بداية من المبادرة الخليجية وانتهاء بالقرارات الدولية منها 281-6 والتي كلها أيدت الشرعية اليمنية وبالتالي عندما يأتي طرف كالولئة المتحدة كقوى عظمى وأيضا من الدول التي صوتت ورعت أيضا قرارات الدولية عندما تقابل مثل هذه الجماعة الحوثية وعندما أيضا لا تضغط عليها لكي تكون تحت الشرعية الدولية هذا يدعو لكثم الشكوك لماذا؟ وهذا يدل بأن هناك موقف أمريكي للأسف داعم للانقلابيين على تحت غطاء حقوق سياسية للجماعة الحوثية على سبيل المثال ونقول هنا بأن الحقوق السياسية للجماعة الحوثية هي محفوظة في المبادرة الخليجية ومحفوظة في القرارات الدولية ومحفوظة حتى من قبل الحكومة الشرعية وذلك بالقرارات الدولية وأيضا بما تم التوقيع عليه من قبل الحكومة الشرعية في المحادثات الأخيرة في دولة الكويت وبالتالي نتحدث عن جميع الجهات أنها تؤيد مثل ذلك إلا الموقف الأمريكي مضافا لذلك أنه للأسف من يتابع تصرفات الحكومة الديمقراطية برئاسة أوباما سواء في اليمن أو في المنطقة يدرك بأن هذه الحكومة لا تدعم استقرار الدول بشكل بآخر وإنما تقوم على دعم سواء ما يقال بالجمعيات أو التنظيمات الداخلية أو حتى باللعب تحت ستار دعم الحقوق الإنسان وهذا المصطلح كبير جدا لكي يعمل تحته الأشياء الكثيرة التي تؤدي إلى تقويض الدول كما حدث للأسف بسوريا بعدم دعم الشعب الحقيقي أو بالعراق والصمت عن التنظيمات المتطرفة والمدعومة من قبل الدول الإرهابية نحن نتحدث هنا عن حكومات إلى الأسف أو حكومة أمريكية تقوم على هذا النهج الآن التغير كما تفضلت بسؤالك ما يحدث في الحكومة الأمريكية القادمة لذلك أو المبادئ التي يقوم عليها الحزب الجمهوري بشكل مباشر هي تقوم على ضد تماما من المبادئ التي يقوم عليها الحزب الديمقراطي أن نتوقع من الحكومة الأمريكية القادمة العمل مع الحكومات الشرعية تعزيز الاستقرار الدول بشكل مباشر في المنطقة العمل ضمن المجتمع الدولي فيما يتوافق مع دعم الأمن والسلم والاستقرار وهذه المبادئ يؤمن بها من دعم ترامب لكي يصل إلى السلطة سواء بما يتعلق بالقوات المسلحة التي تقف موقفا قويا مع السياسات التي تدعم الأمن والسلم لأنها هي التي سوف تعاني من تبعات لا استقرار مضافا لذلك جهزة الاستقرارات تقف مع الحكومات إلى حد ما وتعامل معها نتيجة التاريخ الطويل أيضا مضافا لذلك أن الجماعات التي تتعلق بشركات السلاح الكبيرة شركات النفط إلى حد ما تدعم الاستقرار لأنه يعود بالنفع سواء على الدول أو حتى على الحكومة الأمريكية والأمن القومي الأمريكي أيضا كدولة وبالتالي نتحدث عن مرحلة سيتغير بها الوضع في اليمن في مرحلة قادمة بعد قد يكون تسلم الرئيس ترامب السلطة ولكن ذلك قد يكون بعد شهر وشهران من تسلم الرئيس بعد أن تتضح الملفات أما الآن وكما تفضلت قد يكون زيارة أوباما قد تؤدي إلى محاولة التعجيل قدر المستطاع لإعطاء الحوثيين مكانه على الأرض اليمنية سواء سياسية أو قد يكون عسكرية وهذا هو الأخطر قد يكون هناك دعم لا نعلمه قد يكون دعم لاجستي ليس بضرورة السلاح وهذا يؤدي إلى تغيير كثير من المعايير ولكن قوات التحالف لديها قرارها الحكومة الشرعية لديها قرارها بغض النظر عن ما كانت عليه الزيارة التي سوف تتم سواء كيري أو الرئيس أوباما لدعمه للحوثيين سجل الحكومة أو سجل أوباما سجل غير مشرف بما يتعلق بالأزمة اليمنية طيب سيد أسامة الشرمي ما فق الحل السياسي الآن كان هناك مبادرة قدمت من ولد الشيخ رفضتها الحكومة الشرعية وهذه المبادرة كانت مدعومة دوليا كما قال ولد الشيخ وأيضا تتماشى مع مبادرة كيري اليوم لا يوجد أفاق للحل السياسي هناك زيارات مكوكية لهذه الإدارة الأمريكية التي تقريبا انتهت ولايتها في البيت الأبيض ما أفاق الحل السياسي في ضوء المتغيرات الأخيرة حقيقة نحن أنا شخصيا على الأقال كنت أتمنى عندما وضع إسماعيل ولد الشيخ مبادرته الأخيرة ألا يقلق دائرة النقاش حولها بمعنى أن يقول بأنها غير قابلة للنقاش وبالتالي وضعها موضع الرفض لدى كثير من الفعاليات السياسية في اليمن أكانت أحزاب أو المقاومة الشعبية وحتى جماعة الحوثي وعلي عبد الله صالح قاموا برفض هذه المبادرة فبالتالي هو من أغلق الباب أمامها كيري يتعامل مع الوضع في اليمن وكأنه ملف استثنائي لا يعير فيه أي اهتمام لا بالشرعية ولا بالمجتمع المني ولا بالإرادة الأغليمية ولا بقرارات مجلس الأمن وبالتالي هو لربما يرى في جماعة الحوثي وعلي عبد الله صالح حليف ممكن في ظل دائرة تحالفه أو دائرة اتفاقه النووي مع إيران وبالتالي هو يسعى إلى أن يحسم المسألة لصالح بقاءهم في السلطة وهذه كارثة كبيرة وقع فيها كيري نحن أيضا كنا قد نصحنا في مراحل سابقة وعلى شاشتكم أخيمي بأن الحكومة اليمنية تعمل بعد إطلاق ولد الشيخ لمبادرته أو خارطة الطريق التي أعلنها أن تعمل على سحب المراحل قليلا قليلا حتى تحدث الانتخابات الرئاسية على أمل أن تتغير السياسة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية وحتى هذه اللحظة نحن ندعو إلى مثل هذا السحب لعل أن تأتي إدارة جديدة تؤمن بأن الحل يجب أن يكون وفقا لواقع القوة في الأرض وأيضا يجب أن يكون هذا الحل مرضيا للمحيط الإقليمي لليمن أما أن يعتسف الحل في اليمن بهذه الطريقة وأن نعيد علي عبدالله صالح ونكافئ الإنقلاب ونعطي جماعة الحوثي مساحة كبيرة من الملعب السياسي اليمني على أساس أنها أقلية مظلومة في اليمن وهي تنتهك حقوق كل اليمنيين فهذه كارثة كانت ارتكبها كيري كيري الرجل المعروف بعدم اكتراثه بالملفات السياسية التي يمسكها يبدو أنه يريد أن يطرح حلول يثبت من خلالها بأنه ناقح لعله يترشح إلى الانتخابات الرئاسية فيما بعد الترامب ولكن حتى الحكومة اليمنية قيدة جدا في التعامل هذه المبادرة لن يقبلها في النهاية الرئيس عبد الرب منصور هادي والحكومة الشرعية لأن هناك حديث كثير الآن حول في نهاية هذا المطاف سيوافق عليها الرئيس اليمني لن يوافق عليها أنا أعرف واقع الحال لن يوافق عليها الرئيس هادي الرئيس هادي هو الضامن لكثير من الفعاليات السياسية وهو الضامن لكثير من الفعاليات الجماهيرية التي تندرق تحت شرعيته ليس أقولها صراحة ليس بمقدوره الموافقة على مبادرة تنتقس من حقوق هذه الفعاليات الجماهيرية والسياسية والتي أصبحت اليوم جزءا من الشرعية وعلى رأسها المقاومة القنوبية التي ترى في الرئيس هادي هو الضامن لحقوقها ومكتسباتها التي أضعها علي عبد الله صالح خلال مرحلها الماضية إما القفز على إرادة الشعب فهذه ربما قد تؤدي باليمن إلى مزالغ الانهيار اللامحدود النهاية وهذه كارثة كبيرة طيب دكتور إبراهيم وجود الرئيس المنتخب الجديد دونالد ترامب كيف ترى أنه سيتفاعل مع القضية اليمنية ما هو مستقبل يعني فكر ترامب بالنسبة لهذه القضية نعم بالتحديد لن يكون هناك دعم لأي جماعة كانت سواء في اليمن أو غير اليمن وهذه سياسة متبنة أو إلى حد ما يمكن استشفافها من الخطابات التي طرحها حتى الآن مضافا لذلك بأن ترامب وجهة نظري سيعمل بشكل مباشر مع الحكومة الشرعية اليمنية لأنها حاصلة على قرارات دولية ومثل هذه القرارات تدعمه بشكل كبير جدا لإنهاء الأزمات لأنه لا يريد هو أيضا التدخل أو الدخول إلى حد ما في مشاكل على المستوية الدولية مضافا لذلك بأن ترامب سيفكر بعقلية الدولة المنتفعة من الأمن والاستقرار في الدولة اليمنية بحكم أن استقرار اليمن يؤدي إلى استقرار الدول الأخرى وتلك الدول أيضا وهذه الدول مستعاون بالتحديد الدول تتحكم أيضا بمصادر النفط أو مصادر الطاقة العالمية وبالتالي عدم استقرار اليمن قد يؤدي إلى لاستقرار في البحار المحيطة بيمن بشكل مباشر والتي ستكلف الكثير حقيقة سواء نوات المتحدة أو غيرها وقصاد الدولي وبالتالي العقلية التي سيتعامل معها بهذا الشكل مضافا لذلك بأن ترامب من النوع الذي يتعامل مع الحكومات ولا يتعامل مع التنظيمات وبالتالي سيكون تعامل مع قوات التحالف ومع الدول المشكلة من قوات التحالف التعامل الاستراتيجي والتعامل المباشر في المرحلة القادمة مضافا لذلك بأن القوات الأمريكية لا تريد لطالت من أزمات النزاع وخاصة الاستخبارات الأمريكية لأن بقاء اليمن بهذا الشكل يعني زيادة الإرهاب وهذا الإرهاب قد يتوسع إلى قد يكون ضرب المصالح الأمريكية في البحار أو أيضا تعدي على دول مجلس تعاون وإلى حد ما إرهاقها من ناحية الأمنية وقد يتسرب هؤلاء الإرهابيين أيضا إلى الدول الأوروبية وإلى الولايات المتحدة وبالتالي ترامب لديه تجربة سابقة من الحزب الجمهوري أو حتى من العمليات الإرهابية وكانت تصريحات واضحة تجاه المتطرفين وهو هنا يقصد الإرهابيين الذين يرفعوا شعار الإسلام ولم يقصد من نجة نظري الإسلام كإسلام وإنما الإرهابيين وهو وضح ذلك لذلك بقاء اليمن بهذه الفوضى ليس من مصلحة ترامب الذي لديه عدة ملفات وجهاز الأمن الأمريكي الاستخبارات بشكل مباشر عملت كثير داخل اليمن لذلك من مصلحتها أيضا أن تكون حكومة شرعية في اليمن في المرحلة القادمة مستقرة لكي تحارب مثل هذه التنظيمات وأيضا عودة الولايات المتحدة للعمل داخل اليمن مع حكومة شرعية أشكرك كنا معنا في الاستوديو أستاذ العلوم السياسية دكتور إبراهيم النحاس ومن الرياض الباحث السياسي السيد أسامة الشرمي شكرا جزيلا لكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر